السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تنميز تنميزات الصف الأول الابتداء أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح مع بعض الدرس 111 إضافة 1 وطرح 1 إضافة 10 وطرح 10 من منهج الرياضيات للصف الأول الابتداء الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس سأصلكم كل جديد الدرس 111 إضافة 1 وطرح 1 إضافة 10 وطرح 10 هنا أولاد في مخطط المئة بيقول لك أولاد لما نطلع نطلع لفق الأعلى الرقم بيزيد معنا بمقدار يا أولاد 10 فمديك مثال هنا ال 26 لما نطلع لفوق يا أولاد بيجي 36 ضيفنا كام عليها أولاد ضيفنا 10 طب ال 26 لما ننزل الأسفل بيجي 16 يبقى طرحنا يا أولاد منه طرحنا 10 طب هنا أولاد لما يتحرك الاتجاه اليمين بيزيد الرقم بيجي 27 يبقى هنا يا أولاد إضافة 1 إضافة إيه أولاد 1 طب هنا أولاد نتجه من جهة اليسار بيجي 25 كده طرحنا 1 كده طرحنا 1 وعنفها مكتر أولاد لما نحل مع بعض الأنشطة نشاط 1 أكبر الأعداد الناقصة هنا أولاد دي 37 اتحركنا كده أولاد ضيفنا 1 تبقى كام يا أولاد تبقى 38 نكتب 38 طب هنا كده أولاد اتجهنا لجهة اليسار طرحنا 1 تبقى كام يا أولاد تبقى 36 نكتب 36 طب هنا أولاد اتجهنا لأعلى زودنا 10 بيجي 47 نكتب 47 طب هنا أولاد اتجهنا لأسفل نطرح 10 تبقى كام يا أولاد 27 طب هنا المسألة الثانية دي 56 يا ولاد لما يتحرك جهة اليمين على زيد واحد تبقى قام 57 56 جهة اليسار تبقى 55 نتجه لأعلى يا ولاد عن ضيف عشرة تبقى 66 نتجه لأسفل عن طرح عشرة تبقى 46 هنا يا ولاد المسألة الثالثة 52 اتجاه اليمين يا ولاد عن ضيف واحد تبقى كام يا ولاد 53 طب كده يا ولاد اتجاه اليسار نطرح واحد تبقى 51 طب نطلع لفوق يا ولاد عن ضيف عشرة تبقى 62 كده خانت العشرات بتزيد طب ننزل لأسفل خانت العشرات عتجل لأ عشرة تبقى احنا عشرة تبقى 42 يبقى كده يا ولاد الأحاد بيزيد أو يجل أما فوق أو تحت خانت العشرات هي اللي بتزيد أو تجل عنيجي بعد كده يا ولاد رقم 86 اتجاه اليمين زودنا واحد بيجي تقام يا ولاد 87 بل أحاد اللي زاد طب اتجاه الشمال هنا يا ولاد اتجاه الشمال عن طرح واحد يبقى كده يا ولاد الأحاد عن غص واحد يبقى 85 عن طرح لفوق يا ولاد خانت العشرات عزيد عشرة هتبقى 96 طب بعد كده يا ولاد ننزل لأسفل نطرح عشرة هتبقى 76 نشاط اتنين لاحظ عدد أقلام التلوين في الصندوق ثم أجب كما بالمساء هذا أولاد عدد أقلام التلوين كام يا ولاد عشر أقلام طب هنا يا ولاد بيقول لك ما عدد أقلام التلوين في صندوقين يبقى نقوله عشرة زائد عشرة يساوي عشرين يبقى كتبنا عشرين طب هنا يا ولاد بيقول لك ما عدد أقلام التلوين في أربع صندوق يبقى نجمع يا ولاد نقوله عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة يساوي كام يا ولاد أربع عشرات يعني أربعين يبقى نكتب هنا يا ولاد أربعين طب نيجي بعد كده يا ولاد يقول لك ما عدد أقلام التلوين في خمس صندوق يبقى نجمع يا ولاد العشرة خمس مرات يبقى كده يا ولاد يبقى كام يبقى خمسين فنقوله عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة يساوي كام يا ولاد خمسين يبقى نكتب هنا خمسين طب ما عدد أقلام التلوين في سبع صندوق عن نجمع العشرة يا ولاد سبع مرات فنقوله عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة كده أربع زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة يساوي سابعين كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع سبعين نكتب سبعين طب ما عد اقلام التلوين في ست صندوق انا اجمعها ست مرات يا ولاد يبقى ستين النشاط تلاتة عد باضافة عشرة او بطرح عشرة لتكمل اعداد النقصة في كل صف هنا اولاد عشرة جمعنا قلنا عشرين يبقى بعد العشرين نقول كام يا ولاد تلاتين بعد التلاتين اربعين نقول خمسين بعد الخمسين ستين كده يا ولاد بنضيف عشرة طب هنا اولاد تلاتين وصلت بقي الستين يبقى نضيف عشرة اولاد فنقول تلاتين اربعين خمسين ستين يبقى نكتب هنا اولاد سابعين تمانين بعد كده اولاد تسعين بيقى الثمانين كده طرحنا عشرة يبقى نطرح عشرة تبقى سابعين طرحنا عشرة بيقى الستين نطرح عشرة تبقى خمسين نطرح عشرة يا أولاد تبقى اربعين نشاط اربعة عد بالعشرات واكمل الاماكن الفارغة فهنا يا أولاد بيقول لك تلتاشر خانت العشرات عزيد واحد تبقى تلاتة وعشرين تلاتة وتلاتين تلاتة وعربعين يبقى تلاتة وخمسين خانت العشرات زادت واحد يبقى تلاتة وستين كده أولاد خانت العشرات بيزيد معانا بمقدار واحد هنا أولاد خمسة وتلاتين بيقيت خمسة وعربعين تبقى خمسة وخمسين العشرات معانا بيزيد تبقى خمسة وستين خمسة وسبعين خمسة وتمانين نشاط 5 صل هنا يقول لك ما العدد الذي يزيد 10 عن العدد 12 يبقى هنا أولاد يزيد 10 معناها خانة العشرات تبقى 2 زادت 1 يبقى الرقم كام يا أولاد 22 ودي 22 نوصلهم ببعض يعني بعد كده أولاد يقول لك ما العدد الذي يقل 10 عن العدد 39 يقل 10 أولاد معناها خانة العشرات تنقص واحد هي تلاتة تبقى اتنين يبقى الرقم كام يولاد تسعة وعشرين نوصلها بيها الدرسان مية واثناشر ومية وطلعتاشر جمع عدد مكون من رقمين مع عدد مكون من رقم واحد اول حاجة يولاد هنا بيقول لك اربعة واربعين زائد تلاتة هنا الاربعة واربعين مكونة من رقمين والتلاتة رقم واحد نجمع التلاتة اولاد مع احد الرقم اللي فوق فنقوله اربعة زائد تلاتة كام يولاد اربعة وثلاثة سبعة نكتب سبعة في خانة الاحاد الاربعة اللي في خانة العشرات تنزيم زي ما هي في مكانها تبقى يا اولاد الناتج سبعة واربعين يعني يا اولاد هنا اتنين وخمسين زائد سبعة نجمع الاحد مع الاحد فنقوله اتنين زائد سبعة تسعة طيب والخمسة تنزل في مكانها في خانة العشرات يبقى الرقم تسعة وخمسين يعني هنا اولاد خمسة وعشرين زائد اربعة هنا نجمع الاحد مع الاحد فنقوله خمسة زائد اربعة تسعة طيب هنا الاتنين تنزل في مكانها تبقى يا اولاد تسعة وعشرين بعد كده اولاد هنا سبعين زائد تمانية هنا نجمع احد واحد فنقوله سفر زائد تمانية زي ما هي التمانية والنزل السبعة في مكانها بيجي تمانية وسبعين طيب هنا اولاد ستة وتلاتين زائد اتنين طيب هنا اولاد الستة وتلاتين هنجمع الاحد مع الاحد فنقوله ستة زائد اتنين كام يا اولاد ستة زائد اتنين تمانية طيب الرقم تلاتة ينزل مكانه يبقى تمانية وتلاتين هنا يا اولاد بيقولك ان خمسة وعشرين زائد اربعة يساوي تسعة وعشرين ماذا عن الخمسة وعشرين زائد اربعة قالك يا اولاد نبدأ بجمع رقم الاحد ثم نجمع رقم العشرات نشاط لاحظ لاحظ صباق المئة التالي واستخدمه حتى تحصل على الناتج في كل سؤال ثم اكتبه في الدائرة هنا اولاد اول سؤال معنا بيقولك يا اولاد ابدأ من العدد 13 ثم اجمع معه العدد 5 فان الناتج يكون يبقى هنا اولاد 13 زائد 5 نجمع اولاد الثلاثة احد مع الخمسة احد هتبقى تمانية طيب يبقى هنا اولاد الناتج يبقى قام يا اولاد الناتج هاي يبقى تمنتاشر بنكتب تمنتاشر هنرجع للصورة هنا اولاد هنبدأ به العدد 13 هادي اولاد العدد 13 هنجمع عليه خمسة فنقولوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وصلنا عندي تمنتاشر طيب هنا اولاد بيقولك ابدأ من العدد 71 ثم اجمع معه العدد 8 فان الناتج يكون فهنا اولاد نجمع احد مع احد واحد وتمانية تسعة والسبعة زي ما هي في خانة العشرات يبقى الناتج تسعة وسبعين طيب هنرجع للرسمة اللي فوق هنا اولاد نبدأ بواحد وسبعين فين الواحد وسبعين ادي الواحد وسبعين بعد كده اولاد نجمع تمانية فنعده مع بعض فنقولوا واحد اثنين تلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى وصلن عند التسعة وسبعين المسألة التالتة يقولك ابدأ من العدد 91 ثم اجمع معه العدد ثلاثة فان الناتج هنا واحد احد مع الاحدي ثلاثة يبقى اربعة يبقى الناتج والتسعة تنزل مكانها بخانة العشرات يبقى الناتج 94 نجيبها من الرسمة يقولك ابدأ من العدد 91 ادي الواحد تسعين يا ولاد نجمع ثلاثة نعدي ثلاثة أولاد فنقول واحد اتنين ثلاثة يبقى كده أولاد وصلنا عند الاربعة وتسعين وبكده أولاد وصلنا معاكم لنهاية درسنا النهاردة أرجوكم استفدتم معنا وللقاء في درس جديد من درس مادة الرياضيات للصف الأول الابتداء الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا